السلام عليكم ورحمة الله انا معاكم دكتورة نشوة هنبدأ النهاردة ان شاء الله اول حلقاتنا في مادة الجغرافيا للصف الاول الثانوي طيب يعني ايه مادة الجغرافيا والرحلة بتاعتنا هنروح بيها فين ان شاء الله هنبدأ رحلتنا وهنعرف يعني ايه علم الجغرافيا واهميتها علم الجغرافيا وهنتعرف مع بعض على كل حاجة في المنزل خليكم معي وما تروحوش في اي حتة وان شاء الله تبقى رحلة جميلة طيب في البداية احنا قلنا ان احنا هنطلع رحلة مع بعضينا وهنتعرف يعني ايه جغرافيا وهنتحرك وهنسأل نفسنا يعني ايه جغرافيا طيب فكرت قبل كده ان انت قررت تروح رحلة طيب اول حاجة فكرت فيها لما هدطلع رحلة يا ترى هنروح فين رحلتنا ممكن نروح شرم الشيخ ممكن نروح اسكندرية وممكن نروح اسوات طيب تعالوا نتحرك مع بعض ونفهم اكتر انت تقصدي ايه انا قصد ان انا لما بقرر ان انا اطلع رحلة سواء هقول ان انا راحة لشرم الشيخ في رحلت لشرم الشيخ اول حاجة بحدد المكان اللي انا راحه تاني حاجة بقدر ان انا اتعلم او بعرف طيب المكان ده هياخد وقت اقدي ايه المكان ده موجود فين المكان ده موجود فين طيب احنا عارفين ان شرم الشيخ موجودة في جنوب سينة لو انا هتحرك من الجيزة او من القاهرة وهروح شرم الشيخ هعدي على ايه هركب عربيتي او هركب مع اهلي العربية وبعد كده باذن الله هنقوم متحركين هنعدي على نهر النيل وبعد كده هنمسك الطريق الصحراوي وبعد كده هندخل نفق ونعدي على قناتي في السويس وبعد كده هنلاقي الصحرة قدامنا والجبل والبحر كل اللي انا قلت علي ده هو ده علم الجغرافيا يعني انا لما انت بقولك الطريق بتاعك هي بحر جبل صحرة نيل قناة السويس انت كده بتوصف ايه الجغرافيا يعني ايه يعني انا دلوقتي بوصف علم الجغرافيا في القديم يبقى ده معنى علم الجغرافيا اللي انا هتكلم عليه النهاردة طيب اول حاجة في درسنا هنعرفها مفهوم علم الجغرافيا قديما وحديثا انت سمعت مني دلوقتي وقلت يعني ايه جغرافيا طيب تعال نعرف مفهوم الجغرافيا في نظر العلماء العلماء كانوا بيتكلموا عن ايه اول حاجة كانوا بيتكلموا عن مفهوم الجغرافيا يعني ايه كلمة جغرافيا كلمة جغرافيا يعني جيو بتاعن الارض وغرافي يعني وصف الارض يعني هي كلمة مش مصرية ومش عربية هي كلمة اغريقية معنى ان هي كلمة اغريقية يعني هو علم قديم قوي من أيام الأغريق كانوا بيعنوا به علم موصف الأرض نهر النيل قناة السويس البحر الصحرة الجبل انت كده في علم الجغرافي يبقى ده مفهوم علم الجغرافي قديمة ان انا بوصف علم الأرض الرحلة زمان كانوا بيصفوا وبيسفروا وبيبدأوا يوصفوا كل مكان وبيسجلوا مشاهداتهم عن الأقاليم دي وعن الأماكن وبيبدأوا اللي بيزوروها أو بيشاهدوها وبعد كده بيبدأوا يكتبوها ده في القديم بعد كده مع الوقت تطور علم الجغرافية واتسع نطاقه وأصبح علمه مهم جدا 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 منذ القدق وحتى الحاضر طيب معناه ايه الجغرافية في الوقت الحديث هو علم دراسة الظواهر الطبيعية والبشرية يعني ايه الظواهر الطبيعية يعني ايه ظواهر المشرية اسألني كده او اسأل نفسك يعني ايه الظواهر الطبيعية والبشرية الظواهر الطبيعية ان انا بدرس البحر دي ظاهرة طبيعية اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها من غير ما نتدخل فيها الجبل النيل الصحرة والزواجر البشرية اللي الإنسان عملها أو اتعامل بيها يعني لما أنا هبني مدينة جب من البحري أنا كده بادرس جغرافيا بادرس ظاهرة طبيعية وبدرس البشرية ووضح العلاقة بينهم يعني إيه؟ مش فهم يعني إيه مس يعني إيه العلاقة بينهم أو يعني إيه العلاقة المتبادلة بين الإنسان والبيئة هقول لك مثلا أنت دلوقتي ساكن في منطقة صحراوية أو منطقة جبلية يعني فوق جدا المنطقة الجبلية دي بتبقى برد جدا ده علاقة الإنسان بالبيئة طيب أنا إزاي هتعامل مع البيئة أنا في البرد جدا هلبس جاكت يبقى أنت كده عرفت تتكيف مع بيئتك في الحر جدا تقلع الجاكت وتلبس تي شيرت خفيف أو حاجة يبقى أنت كده عرفت توضح العلاقات المتبادلة بين الإنسان والبيئة يعني إزاي الإنسان أثر في البيئة والبيئة أثرت فيه لما بنى مدينة فوق الجبل هو كده أثر في بيته يبقى هو ده الظاهرة البشرية لما عرفنا إزاي الطبيعة عملت الجبل يبقى ده أنت كده دراست الجغرافيا تعالوا في الأول نتعرف على أهمية دراست الجغرافيا الجغرافيا مادة مهمة جدا 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 أول حاجة هي بتخدم العلوم المختلفة وبتستفيد منها في دعم واتخذ القرارات يعني إيه؟ يعني أنت عشان تدرس علم الجغرافيا كل الناس العلوم المختلفة ليها دور مهم جدا في دعم واتخذ القرار مش فيه هنطيفهم أكثر لما ناخد اللي بعده أول حاجة علم الجغرافيا بيعالج الظاهر الطبيعية والبشرية والعلاقة بينهم الوسائل التكنولوجيا المتقدمة يعني فيه عندك ظاهرة مثلا زي التلاوس أو زي الزحف العمراني هنا دور الجغرافيا هيظهر وهيبدأ يدور على إزاي يشوف الظاهر الطبيعية ويدرسها ويشوف العلاقة بينهم وإزاي يعالج بإيه؟ بالوسائل التكنولوجيا المتقدمة تاني حاجة بتدرس التفاعل بين الإنسان والبيئة زي المثل اللي إحنا لسه قلناه إن لو أنا الجو حر جدا فبلبس بقلعت الجاكت التقيل الجو لما بيكون برد بلبس تيشرت خفيف طبعا ده مثال مبسط جدا للتفاعل بين الإنسان وبيئته لما يبقى فيه جبلين وفيه مكان أنا عايز أروح له بين الجبلين الإنسان ممكن بيفكر وبيبني زي جسر يبقى كده الإنسان يتفاعل مع بيئته وحاول يزلل صارت علم الجغرافيا بيحاول يوضح العلاقة بين المشكلات السكانية والبيئية يعني إيه مثل المشكلات السكانية؟ أنت عندك دلوقتي عدد السكان الكبير جدا 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 طيب إزاي علم الجغرافيا بتدخل ويبدأ يحل المشكلة دي؟ هو بيدرس الظاهرة وبيشوف عدد السكان وبيشوف ليه السكان بيتمركزه في المكان ده وبيبدأ يحلل ويدور على أسباب الظاهرة وبعد كده بيبدأ بيوضع حلول للمشكلة دي المشكلة البيئية التلوث البيئي اللي موجود دي برضو من المشكلات اللي الجغرافيا بتدور عليها على حلول الأخطار اللي بتعرف ديها الإنسان والممتلكات وممتلكاته بسبب المشكلة السكانية والمشكلة البيئية ومشكلة تغير المناخ اللي كلنا بنسمع عنها الجغرافيا بتجاوب على كل أسئلة لهذه المشكلات الجغرافيا لها دور كبير جدا في حياة الإنسان وخاصة في استثمار الموارد يعني استثمار موارد طبيعية يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الأرض وخلق فيها صراوات طبيعية هائلة أنا عن طريق علم الجغرافيا وعن طريق أدواته اللي أنا هعرفها الحصة الجاية هبدأ أدواء العلماء بيدوروا على الموارد الطبيعية اللي الموجودة فين وبيبدأوا يستثمروها ويطلعوها ويبدأوا يشتغلوا عليها كمان التخطيط العمراني يعني عشان نيجي نبني مدينة أو نبني قرية أو نبني حاجة لازم نستعين بعلم الجغرافيا علشان نتعلم ونعرف ونختار المكان المناسب والمكان الأمثل للموضوع ده طبعاً الجغرافيا دراستها بتأدي إلى ترسيخ إيمان الإنسان بالله سبحانه وتعالى من خلال دراسته للكون والأرض ربنا سبحانه وتعالى خلق الأرض خلق مواردها كل ما هنتعلم أكتر كل ما هنعرف دور ربنا سبحانه وتعالى ونؤمن أكتر إن ربنا ما خلقش حاجة ونحمد ربنا على خلقته إن شاء الله هنكمل مع بعض في الحلقة الجاية وهنعرف يعني إيه علم الجغرافيا وهندرس إيه هي في روح علم الجغرافيا استنوني ومطلعش في أي حد اشتركوا في القناة